سواح الخير احنا المحاضرة اللي فاتت كنا خلصنا الجزء بتاع الادرسن كله بتاع الانترنت روتوكور وفهمنا يعني ايه IP address وفهمنا يعني ايه subnets وفهمنا يعني ايه prefixing وفهمنا ازاي لما بعمل الclassless addressing بحتاج ان انا احط الsubnet mask وانا انا بختار في الاخر خالص ال forwarding path بتاعي based على ايه على ما يسمى بالlongest prefix النهاردة هنكمل بقية family بتاعت الانترنت روتوكور الحاجات اللي هي بتحتاجها علشان نقدر ان احنا نوصل لdestination address معين طيب احنا في الاول خالص احنا لازم نبقى فاهمين دائما ان العنوين دي resource يعني غالي التمن وان احنا مش هنقد نوزعه كده على الناس كلها طيب لو جينا بصينا كpopulation حتى مثلا مصر عندنا 100 مليون لو افترضنا ان المية مليون دول عبارة عن 30 مليون اسرة فكل اسرة محتاجة يعني عنوان وكمان لو الاسرة فيها كذا واحد يبقى محتاجة 5-6 عنوان فبالتالي انا مش هقدر ان انا كفي عليهم من الادرسز بتاعتي طيب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان احنا ما بنشتغلش بالشكل احنا بنشتغل ان في حاجة اسمها public ip address وهو ده اللي بيبقى سابت ومحدد ومتوزع يعني وبعدين locally كده بيننا وبين بعضينا بنحط ايه عنوان virtual يعني ايه داخلية مش متضرورة انها تبقى public ip address فبتدينا يبقى فيها عندنا حاجة اسمها public ip address وlocal ايه ip address public ip address ده مفروض العالم كله يبقى شايفه local ip address اللي بيشوفه اساسا هو الراوتر اللي انا وصله عليه طيب لو انا عندي هذا local ip address يبقى انا سهل جدا ان انا بتدي ابعد لpublic one طيب هو بقى في الاخر هيرجعلي ازاي فابتدى فيه عندنا حاجة اسمها network address translation هي دي اللي بتقدر انها تقدر من خلالها ان انا ابقى عندي one or more local ip addresses وعمل لهم translation على public a address او على global ip address وترجع بالعكس vice versa بالشكل المعكوس تمام يبقى في الحالة دي يبقى احنا هنعمل ايه هنعمل ان انا جوا عندي هيبقى عندي local زي ما احنا شايفين الاولاني دوت look تمام شايفين public فين public network عند router r1 هو 12 11 1 1 1 دي private network بتحط فيها عناوين زي ما هي عايزة ولو تلاحظوا ان العناوين اللي هنا موجودة كمان في العناوين اللي هي في الناحية التانية انما الاثنين public addresses بتوع network هما 12 1 1 1 و 13 1 1 1 الراجل router r1 دوت بيبتتي بقى يوسع على كل اللي هو جوه local ip addresses بالشكل دوت ده inside local network وده راجل هنا outside local network لكن locally في ال network اللي هي موجودة هنا مام طيب احنا عايزين نفهم بقى القصة دي هتمشي ازاي وازاي واحد موجود هنا يقدر يكلم واحد موجود في network تانية برا والعكس صحيح في عندنا 3 reserved ranges بنستخدم هم للجزئية بتاعة ال net دي اللي هما 00 بحالة اننا اكون ايه او 172 16 او 192 168 عشان كده نلاقي ان دي 192 168 في الكتاب بتاعنا بتاع منكم ادي كده الراوتر بتاعي ادي client اللي هنا تمام ده ما عندوش global IP address تمام انما هو عايز يكلم واحد عنده بالفعل address اللي هو من السوفر في الحالة دي انا باجي من 172 16 05 ده خلاص واقول ان destination بتاعي 10 00 لكن الراوتر دوت الناس عرفاه بره بايه بعش 16 05 اصبح هو 10 16 05 بيبعت 10 00 100 فالحاجة تقدر توصل ايه هنا وحنا راجعين بنرجع السوفر بيرجع حاجة بيرجعها العش 16 05 هو ده اللي كاتب جواه انه ايه هيتبعت على ال client والtable دوت موجود عند مين عند الراوتر اللي هو الازرق اللي موجود عند هنا هو ده اللي بي keep ال network address translation table ف it's a table بتحط عند الراوتر هنا هو اللي بيوزع local IP addresses وهو اللي بيبقى عارف مين كلم مين عشان لما الحاجة ترجع يبقى عارف هتروح لفين المشكلة فين المشكلة هتطلع في حالتين في حالة ان نفس الراجل ده نفس client دوت ممكن انه يكلم اكتر من server يبقى انا في الحالة دي هو عنده IP address واحد انا متجهول اقدر ازاي اعرف ان اللي جاي من السيرفر دوت كان رايح لل application دي او السيرفر ده كان رايح لل بالتالي بعد ما عملنا network address translation عملنا ما يسمى بالport address translation وطبعا الport دايما بيبقى موجود في layer 4 بتاعت التransport والtransport layer دي ممسوكة مع application بتاعتي فهو بيستخدم الport number بتاعت TCP او UDP تمام وبالتالي انا لما ببعد ما بديش بس IP لا ده انا كمان مهم جدا بقى عارف الport number بتاعي خلاص فباجي انا اطلع من هنا بقى عندي IP وكورت معين ممكن حتى ان الport نفسه انا اغيره قبل ما بدي ابعت على الانترنت تبقى مهم جدا انا ادي الport بتاعي اللي هو في البيت وادي هلاقي الnet box firewall ده ممكن يكون موجود معايا في الراوتر بتاعي او حتى موجود في الراوتر بتاع الISP الافضل طبعا ان انا بفرق ما بين لان البيتوطات ممكن تكون دوبلكت ما بين اللاب توبس المختلفة اللي موجودة في البيت عندي فلازم اغير report numbers علشان اقدر وانا رجع اعرف مين اللي كان طالب ايه طالب ايه فيبقى انا عندي network address translation ودي مشهورة جدا اللي هي الnet وعدين عندي path اللي هي دي most widely used لان انا لازم افرق ما بين different connections اللي جاية اما من مكنة واحدة او من different machines جوا نفس البيت اللي انا موجودة في كلهم they have one single ip address local لكن بفرق بينهم ازاي بفرق بينهم عن طريق ايه عن طريق ال application بتاع اذي client بتاعنا 56 56 56 اطلع ب two applications واحد على الport اللي هو 80 واحد تاني على الport 36 واحد بيكلم السيرفر اللي هو 172 16 0 6 نخلي بالنا طبعا انه هو غير له الport هنا خلى 80 وخلى 22 وراح مطلع ايه outside على السيرفر اللي هو عايز يبقى الجزء بتاع النات ده مهم جدا ده مكمل للحتة بتاعت ال addresses علشان نتأكد انه ايه so what if ان انا I don't have any more addresses خلاص وعندي still clients كتير جدا فانا ايه اللي بعمله بدي local addresses جوه ال ISP الواحد بخلي بخلي البوكس اللي هو النات وال pad دوت هو اللي يفرق ما بين ايه مين ال users ومين applications اللي هي بتستخدم ال ايه ال connectivity بتاعتي طيب طيب هندخل في ال part اللي بعدي اللي هو مكمل برضو لل internet protocol اللي هو ICMP وال ARC وال DHCP دي مجموعة من protocol بتستخدم for controlling تمام لل internet protocol اول واحد فيهم اللي هو ICMP وحتى اسمه internet control management protocol وده بيبقى محتاج ال IP علشان اي error information تجيله من ال routers المختلف الARP دوت اسمه address resolution protocol وده مهم جدا وهنفهم ليه واخر واحد خالص بالنسبة لنا هو اللي بيعمل configuration اللي هو automatic configuration بحيث ان الناس تقدر تجيب IP تبتدي تشتغل بي فده اللي هو DHCP طيب الICMP اللي هو internet control message protocol بيطلع different types of errors تمام زي destination unreachable time exceeded parameter problem source quench عندي مشكلة congestion عايزة اعمل redirection echo and reply time stamp request and reply هي عبارة عن ايه برضو يعني زي ما انتم شايفين كده الping من جواها الtime stamping من جواها discover neighborhoods براوتر advertisement دي برضو ايه من جواها فهو ده اللي بيلعب به علشان يبتدي يعرف مين اللي حواليه والtime span منه ليهم من الneighborhood الtime بتاحهم هل هم live ولا ماتوا قد ايه delay مني ايه ليهم البروتوكول التاني اللي هو الارت اللي هو الادرس resolution هو مهم جدا لان احنا طبعا عندنا an ethernet network وهو دي local area network استعيتنا كلها مبنية على هذا الاساس وعندي ethernet card وعندي انوان اللي هو mac address وبعدين فجأة بقى قالوا لي ايه لأ ده انت ايه كده اللي حصل ان احنا بقى فيه عندنا ip addresses و source ip destination ip بس اساسا الswitch بتاعي ما بيفهمش ال ip ده خالص لان الswitch هو layer 2 والip ده موجود في layer ايه في layer 3 فقال طيب طبعا انا هعرف ازاي بقى ان ال packet اللي جاي رايح لحد معين هو هينفز ال ARP protocol يعني لما الحاجة هتوصل عند الراوتر اللي هو وصل عليه E3 E4 ده يبتجي ان هو يقول ايه هيبتجي يعمل broadcast لكل الناس اللي موجودة هنا using ARP protocol هو broadcast بيقول لهم ايه بيقول لهم يا جماعة يا جماعة انا عايز internet address بتاع البني ادم اللي ip address بتاعه xx يبعط لي رد علي بايه بالmac address بتاعه خلاص فهو كل هدفه ان النوت تقدر تجيب من الmac address او الethernet address من الip address اللي موجود تمام يبقى انا مش عارفة الdestination ethernet دول اللي هما كدول خلاص عندي الip بس ip2 وip4 اللي انا هعمله هبتجي ان انا ابعت يعني request خلاص واقول انا الip بتاعي ادت كده i need الحد يرد علي ويديني العنوان اللي هو الethernet address بتاعي خلاص فهنا انا بدي ip بيرجع لي بايه بmac address تمام في حالة الnat ملوش علاقة خالص بالmac address حالة الماك ده هو بيقول ايه لا ده انا عندي ip local الناس ما تعرفوش فبعمل جدول احط فيه ال local ده هو اللي بعت وطلعته على ip دوت التالي لما بيرجعلي بيرجعلي بنفس الطقل ان انا اقول ان انا ه connect يبقى هو بيروح عامل ايه automatically كده بيديني ايه بيديني ip تمام دي very simple IP address request IP address offer IP address selection IP address acknowledgement تمام فدي دي straightforward ان انا الاول ببب discovering phanel gsp server وهو بيروح مديني شوية ip هات انا ااخد request الوحدة وبعد كده اجنورج على ايه على ال ip دي ip version 6 طبعا طلع ليه طلع لان كده لقينا ان بقى عندنا ملايين و ملايين من ال hosts وبقى عندي مشكلة في في ال addresses يعني it's running out of space و ما كناش مركزين اوي في type of service فابتدى يقول لا احنا محتاجين نخلي بالنا من types of service بتاعنا و كل هذا الكلام طيب فابتدى عمل ايه برضو على 32 bits بتوعه نفس الكلام من قبل قبل كده الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي الحتة بتاعة source address و destination address اللي هم خلاص دي حتة مهمة جدا في التغير اللي هو عمله لان هناك كان عندي ايه كان عندي source address بتاعي و destination address هم الانين اللي الاربعة bytes بتوعنا اللي هم الاتنين و تلاتين هنا عمل كم واحدة بقى هو عمل هنا بدل الاتنين و تلاتين بت عمل ضربها فاربعة فبقى عنده 128 16 bytes لresource address و 16 bytes لل destination address وبعدين قال لك ايه اي حاجة تانية انت عايزها اعملها بقى options مفيش مشكلة you can live with it بقى في حياتك بعد كدزا خلاص اكد بس على ال اكد على differentiated service بتاعته خلاص انما بدل time to live سماها هنا ايه up limit تمام وبعدين راح عمل headers مختلف يعني زي options برضو عايز بقى routing عايز تعم fragmentation عايز تعم authentication دي كلها عبارة عن ايه options معاك هتسميها headers وبالتالي بايه عنده header basic and then next headers next header next header علشان يجيب مين كل الheaders اللي هو عايزها بعد كدزا اخر حاجة عندنا في الpart دوت هو label switching او بيسمون multi protocol label switching مشكلة ال-IP انها يعني routers وما هي ما هي يعني dedicated فقالك لأ يعني نفترض ان انا عندي internet protocol اه بس لا انا عايز برضو ابقى متأكد ان الحاجة بتوصل بسرعة وعندي مثلا lease lines يعني شبه lease lines كده وان ايه اتأكد ان ال-packet بتاعتي بتوصل في سكة انا عارفها يعني شبه ال-virtual circuit كده بس build on top of ال-internet layer فالطيب خلاص انا هعمل multi protocol label switching ده بيبعت بتاعته على بافز مختلفة وكده انا قادر اعمل quality of service لان زي ما احنا اتفقنا ان ال-IP ده best ايه best effort في الحالة انا بعمل ايه بحط label بتاعي خلاص ال-NPLS header ده عبارة عن 4 bytes header بحط label اللي هو بيعبر عن الاث اللي انا همشي فيه زي virtual circuit switching بالزبط وممكن عرف time to live وممكن عرف برضو ايه equality of service دي الطريقة اللي هم بيستخدموها علشان يعملوا ايه عشان يحسنوا لو هو عايز يدمن quality of service معينة وسرعة معينة في الانترنت يبقى بيعمل يعني اشبه بالليز lines ويعمل عليها protocol اللي هو multi protocol label switching اللي هو ال-NPLS وحتى لما تروح مسلا المصرير للسلطور تقول لو انا عايز ايه NPLS line فبالتالي السويتش بتاعي هنا بيفهم label switch router خلاص يعني بيفهم اللي هو موجود هنا وعلى اساسه بيبتدي ايه تحرك لغاية ما يوصل لراوتر ما بيفهمش NPLS هيشيل label header دوت ويمشي بعد كده بالإيه بالIP عادي خلاص دي حتة كده يعني on top of IP for quality of service و for least lines forwarding بعيدا عن الحتة بتاعة الإيه الانترنت تمام كده يبقى احنا خلصنا تماما الجزء بتاع إلا إلا انترنت